اشتركوا في القناة 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 هاد المرض هاد الاسم دياله اسميتو الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هاد اسميتو الكوليستريديا كوليستريديا اسموك يوقع هدا مشي انتفاخ ديال البطن وإنما هدا إلا ما تدواش الكرش دياله يعني كتتنفاجر وكيخرجون المصارين على برضا علاش لأن السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علاش دبان أنا ديما كان هدر على الأشياء الناشفة يعني شحن واحد الفيديويات كيقول لك الله راه ممكن أنه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء أو القشور ديال الخضر ديما هاد شي كيدير إما المرارة إما كيدير هاد النوع ديال مثل هاد الأمراض ديال كوليستريديا عقلوا على اسم هاد أي حاجة دخلوها دخلوها في الراس على حسب يعني الاحتراف وهذا هو الاحتراف أن يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادو إذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمو العلاج دياله هاد هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هادا أذاكر شوفوا البطن دياله كيفاش دايرة من هنا ومن هنا هادا مش انتفاخ يعني مني كان قيسا كارا كرشو متحجير لاحظوا أنه يعني الاوساخ مدير تأوساخ هانتوما دبرا عندون هالول وهو شوفوا الحجم ديال الراس دياله يعني هاد را عاد صغير يعني ماشي كبير بزاف نقولوا عندو تلت شهور ونص وشوفوا مسكين هاد المرض اللي هاد را حيوي بالنسبة لهاد يعني الفترة هادي يعني الفترة الظاهرة را كيكون حيوي يعني كيبقيه ينشطوا يتحرق في الكارجة هانتوما شوفوا لبا اسمو راه اسمو راه داية راه كيقول لك داويني هاد المرض هاد را مشي انتفاخ وإنما على شكل مياه كتكون جموعة متحجرة في الكرش او البطن ديال الارنب هاد المرض اسميته الكوليستريديا كين اول حاجة مباشرة مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حييدوا العلف هانتوما فيما كتلاحشو هانتوما تعطيو التنوع من العلف يعني حييدوا لي جميع انواع العلف تاني حاجة يعني هاد شي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوي دير التبن را كلا من التبن هنا شوية را بدك شوية كي دير را مشي زبيلة المياه مهم را باقي مباريش الدبرة مباريش يعني العلف اي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه تحاجة تاني حاجة وهو التبن تبن انتوما راني فيت سباق دي هدرت عليه هده التبن تبن عادي ماشي شي حاجة مغاليش ممكن انكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحل خنيشة بحلاكة تحطوا له شوي ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفارس في هذه الحلقة وراها كما قلت لكم راها هادية ان راها هاد الانتفاخ هذا را كان نضايقني بززاف كان تقريبا صفيت راها دبت شوية تفش اسمو عطيتو عطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع انتوما را شوية راني بخل نديرو له فتاص هنايا ولكن هاد النعناع راها عشبة عطيها لنا الله عشبة سحرية هاد النعناع العادي اللي كتديرو فقاتاي هاد تغليوه وتعطيوه له وان شاء الله راكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راها منفريدة راها يعني هادية لجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني مشي تعطيوه له مباشرة ياكلو را يدره هانا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهمو اسمو اشنوني كامقول الكمية اللي هاد تعطيوها ديال النعناع وهي خمسين في المئة نعناع وخمسين في المئة ماء يعني الكمية اللي هاد تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحجبة هادي نقولو فيها وحد كمية ممكن هادي تدير معاها نسكاس ديال الماء وتغليوها معاها وهادك الشي هادك الماء ماشي نعناع الماء فقط اعطيوه الارنب وكونوا نتفكرين ان هاد الحلقة دي تفيدكم بزا في ان شاء الله لاني فرحان لانا قدرت انني يعني نجيبكم هاد النوع من المراد لانا عندي في الراس ديالي ولكي مع مرومات رالي غلطت في هاد اليامات عطيت الارنب شوي ديال القشور ديال الخضر يعني عندي لوليدات ديالي هم ولي كي مره مره كي عطيوهم بحالة الاشياء عطيوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهاد بهاد يعني مبقاش حيوي انا رحت انه مبقاش حيوي منيد لحط البطن ديالي لقيتها منتفقها قلتي ممكن رها انتفاخ وهي كنتم عطيه في الول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هاد الحالة هادي ما تصلحش بيكربونات سوديوم لان كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفق معاكم منيك تقيسو لكر شو هاكا منيك تشوفو الهواء عطيوه بيكربونات سوديوم خيصف التامانته هي كتبع في الفرماسيوم أما بالنسبة التحجر ديال البطن شوفو هنا يرى البطن ديالورها متحجرة مسكين شوفو شوفو راها يعني منيك تبغين هزوها كشو شو هنا يرى الظهر ديالو ولا ولا عريض يرى شوفو الراس ديالو غيصير والظهر ديالو عريض يعني واحد الحالة يعني ما نقول لكمش لانا انا منيك يكون حيوي هادي كي الصحة أما منيك يكون هاكا هادي راها مرض اسميتو كوليستريديا هادي مرض كما قلت لي سوء التغذية السوء التغذية هي اللي كتدير هاد النوع من الأمراض حاولوا انكم تعطيوه لانا نبدي لكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم اه الحلقة ديالنا هي هادي النعناع اغليوه واشدو الماء ديالو واعطيوه له ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع اعطيوه له وان شاء الله را بدك يتفش ده بارة ما اما علشان ايام دك هم هاد الحلقة هادي را البارح را كان منفوخ بزاف را كان كان بوحد الحالة يعني كان ضخم بزاف يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرع وتمثوا ما هاد الحالة هادي عقلوا عليها الكوليستريديا هادي يعني حالة من الحالات اه يعني تل اسم هو في حقيقة راها مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني اللي خلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هادي راها يعني خطيرة وما تتغضوش لها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لانهو كيكون في واحد الحالة مسكين ما كيبقاش هيكل كيبقا غير مقرمس بحلاكة ممكن انه البطن ديروه تنفاجر والمصارن كيخرجوا على برا علشان هاد الحالة معتابرة في حالة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا عليهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين اعطيهو التيبن فقط وغليوا له الماء إلا ما بغاش يشربوه ممكن انكم تديروه في واحد لمحقانا وتكبوه له في فمو يعني لا بد ما يشرب من هاداك الماء ديال النعناع المغلي وان شاء الله سيكون تسير إذا حلقة منفردة حولوا انكم تفهموا اشنو قلت يعني ما تعطيهوش النعناع الارنب ديالكم وتقولوا بلا راكين المشكين اللي اعطيهوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين ان شاء الله غدي يجيب الله تتسير إذا حلقة ديالنا هي ديرها حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال الكوليستريديا ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذا دوا ديالها هو اعطيته لكم إذا كينشي تعاليق مرحبا بكم انا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان اعتراب لكم عائلتي تكيو على زر جام باش تساندونه القناة تزيد القدام ما تنسوناش بزر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة